بسم الله الرحمن الرحيم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين دائما تحلو التلاوة أعزاء المشاهدين بتطبيق الأحكام الصحيحة بتدبر الآيات الكريمة بتطبيق ما نسمع وبما نتعلم من الآيات ومن الأحكام فهي أعزاء المشاهدين إلى نحن ننهل بإذن الله تعالى الأجر والثواب من خلال التعلم العلم النافع ومن خلال إن شاء الله تدبر المعاني ومن خلال تطبيق ما نتعلم بإذن الله فضلت الشيخ خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أولا قبل أي شيء كل عام وجميع أهل مصر بخير نسأل الله أن يتم النعمة على هذه البلد وأن يجعلها آمنة مطمئنة مستقرة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين وبعد الأمر الأول مع حروف الذكر الحكيم أخذنا ألف أذكرك وأذكرك كيف ينطق واهتم بسماع صوت الحرف جيدا لأن هذا له علاقة كبيرة جدا بما سيأتي بعد ختام هجاء الحوف ومعنى حرف اليوم ستعرف لماذا أنطق أمامك الحرف ليس لأجل التفخيم والترقيق فقط بل ستنطق معي اليوم آية من كتاب الأم أذكرك ألف اليابسة هكذا تنطق ألف باء باء مرققة تاء أذكرك مراجعة ثاء هذا أخذناه ثم أخذنا الجيم والحاء بدون نقاط حاء جين خاء إذن هذه حروف أخذناها اليوم مع أي حرف جديد ها هو الحرف الجديد السطر خلي بالك وانت بتكتب على سطر وتسيب سطر اهتم جدا لحكاية تسيب سطر ليه؟ علشان المسافة بين السطرين تخلي الألفات فيها متساوية وهتعرف في مرحلة متقدمة ان شاء الله بعد المرحلة ديه ليه؟ بينسيب سطر يبقى ده رقم واحد الباء على السطر التاء على السطر الثاء على السطر الجيم في طبق كده نازل على السطر الحاء في طبق نازل الخاء كذلك تعالى بقى للدال شوف أنا هنتقول إيه؟ دال مرققة هي دال كيف تكتب هكذا؟ بالراحة برضو عشان تعرف الحرف ببدأ إزاي وينتهي إزاي السطر بتاعي موجود قدامي خلاص أدي أول جزء من الحرف الجزء الثاني أهو دي الدال اسمها إيه؟ دال تاني كمرة دال طيب الحرف اللي بعديه نفس الشكل ونفس الصورة بص كده أهو برضو أدي الجزء الأول وأدي الجزء الثاني قال لا ما اسمه هذا؟ دال نعم هو دال لكن إن وضعنا فوقه نقطة هكذا أصبح ذال تاني يبقى الأول إيه؟ دال والتاني ذال بس لازم أصحح لنفسي بس مش التاني اسمه الثاني يبقى أنا كده خدت حرفين لازم طرف اللسان يطلع في الحرف الأول ثاء هيا تفنر اوعى الكلام العامي يطغى على ما نتعلم وعشان كده أردت أن أبين وأوضح أن ما نتعلمه تأتي اللغة العامية وتمحوه باستيكة لا حاول ولو في كلامك العامي عند الثاء أن تنطق بها ثاء الذال انطق بها ذال هكذا لماذا؟ لأن اللغة العامية ستمحي النطق الصحيح بالتالي حينما تأتي لتنطق آية في كتاب الله سوف تنطقها خطأ إن قلت مثلا للذكر مثل حظ الأنثيرين الذال الظاء الثاء ظل ذي ثلاث شعاب إن لم أكن متعودا على هذا النطق السليم لن تستطيع أن تنطق بها وإن تعودت على العامية بهذه الطريقة سنتطق هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين ظل ذي ثلاث شعاب خطأ الصواب للذكر مثل حظ الأنثيين ظل ذي ثلاث شعاب أخذنا الآن الذال الثاء فانتبه الكل مرقق من الألف إلى الذال عدى خاء مفخمة جميل دال ذال وانتبه الحرف القادم كيف أنطقه لأني سأنطقه كما يتلى في كتاب الله را بإمكانك أن ترى في الكتب أو من ينطق را هو صح لكن اخترت هذا النطق لأنك ستنطق في فواتح الصور ألف لام ميم ستقول را ولن تقول بهمز خطأ في القرآن ستنطق ألف لام را أو ألف لام ميم را إذن أنا أعطيك حروف الذكر مفردة كما ستنطق في كتاب الله في فواتح الصور فتنبه حا من حا ميم فانتبه اسمع النطق جيدا ولاحظه جيدا كما أقولك ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را را مفخمة انتبه را مفخمة ليس في آخرها همزة بل را آخرها ألف مدية وليس ألف يابسة هتيجي الألف المدية دي بعدين معنا في الحروف بس مش ترتبها دلوقتي خلي بالك احنا خدنا رقم واحد ألف ألف يابسة يعني يابسة يعني تقبل الحركات فتحة كسرة ضمة نهيش الكلام يبا نهاردة خدنا كم حرف دال أدي واحد ذال اثنين را ثلاثة زاي مثل الرا تماما إلا أنه فوقه نقطة إذن دال ذال را زاي تاني دال وذال طرف اللسان يطلع فيها را مفخمة وذاي طرف اللسان ويطلعش فيها فانتبه لهذه الحروف جيدا عند النطق ماشي الكلام كده نرتقي شوية بقى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن أخذنا هذه الحروف من حروف الذكر الحكيم إلى بعض الأحكام معنا في آية اليوم بعد أن نستعيد أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذال في الاستعاذة أخذناها اليوم ها هي من حروف الذكر الحكيم انتبه بسم الله الرحمن الرحيم ها هي الراء معنا أيضا في نعم البسملة جيد أول آيات معنا من أول قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التهديد يكمل أيوة فيما سبق أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور الكلام معنا في سياق التهديد مستمر بعد أن من واستدل أتى إلى بعد الترغيب أتى إلى الترهيب أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة الحاصب هو الرياح تحمل إما برد إما تلج أو حصباء يعني حجرة صغيرة ثم بعد ذلك يأتي تمام التهديد والوعيد كيف نذير ثم بعد ذلك يكمل السير أيضا بعد أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف ذير إذن هذه الآية وما تليها هي تكملة لهذا التهديد والوعيد فيما سبق هذا بالنسبة للمعنى أما بالنسبة للوقف والابتداء إذا أردت أن تبتدئ هكذا لاحظ تمور وقفنا على الفاصلة آخر الآية السابقة أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم إذن الوقف هنا أما لو ضررت إلى أن تقف في أي مكان فأنت في ساعتها مضطر هذا أولا ثانيا طريقة عد أماكن الغنة مثمرة للفهم السريع ما رأيكم لو عددنا أماكن الغنة مع الوقف الاختياري أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وعند الوقف سنقف هنا لضيق النفس بل هو وقف كاف ثم تبدأ بالتهديد نعم مرة ثانية أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كم غنى عندناها المرة الثلاثة عشر ما تنساش أم أمن أدي واحد تم من في ثلاثة السماء أي أربعة يرسل عليكم حاصبا يبقى عندنا كم غنى أربع أماكن للغنى يبقى لما نقرأ الآدية هنعدي كده أربع أماكن للغنى اوعى تنساه كام اوعى تنساه أربع أماكن فيها غنى أسماءها مسميتها مش دلوقتي المهم تعرف كيف تؤدى الغنى وعددهم كام في الآدي عشان لما نقرأها نقرأها قراءة سليمة ما ننساش طيب ده رقم واحد تعال بقى رقم اثنين مع الآية بنوع من التفصيل بعض الشيء أم الهمزة هترقق ولا الألف الألف اليابسة تمام الهمزة ترقق والألف احنا قلنا فالهمز إذا جاءت في أول الكلمة ترسم على ألف وهنسميها الألف اليابسة بأكد نفسي المعلومة يعني إيه يابسة يعني تقبل الحركات يعني تقبل فتحة تقبل كسرة تقبل ضمة خلي بالك يبال ألف أو آ ترقق أم الميم الساكنة أم آ ميم ساكنة بعدها همز ما اسم هذا في علم التجويد اسمه إظهار شافاوي ليه شافاوي ميم ساكنة أتى بعدها همز فانتبه لذلك جيدا البعض يحلف يقول أم آ لا خطأ الميم إن شكلت وأصبحت تشكيل أمامي واضح يعني إيه شكلت يعني عليها فتحة أو كسرة أو ضمة أو سكون إيه اللي يحصل تكون وضحة بين ظاهرة خلاص أم آ أدي الهمزتان معايا ولا الألف في أول الكلمة الألف ماشي أم آمنتم سمعك بنت وتقول لي ألف يا بيس تمام مصبوط أم آمنتم جنون ساكنة أتى بعدها تا هسمي الحكم دائم مشان لا سميه يسمى عند علماء التجويد لنون ساكنة إذا جاء بعدها تا يسمى إخفاءا حقيقيا لازم يكون في عندي غنة أم آمنتم أسمعك وأنت تقول أو وأنت تقولين النون ليس عليها أي تشكيل ليس عليها أنت بتقول نون ساكنة مع أن النون أمامي ليس فوقها سكون أو تحتها كسرة أو فوقها فتحة أو ضمة نعم من علامات السكون في القرآن الكريم واحد أم بص كده الكلمة لأبلها مباشرة هتجد الميم فوقها رأس خاء صغيرة دي علامة سكون ومن علامات السكون أيضا في الكتاب العزيز وفي القرآن الكريم أن يكون الحرف خاليا من الحركات تماما بص كده أم آمي الميم لأبل النون محركة بكسر أما النون فليس عليها أي علام مطلقا فانتبه جيد أم أمنتم ولاحظ أن الغنة ترقق فإياك أن تقول أم أمن لا خطأ أم أمنتم إذن الغنة ترقق لأن ما بعدها منتاء مرققة فانتبه لذلك جيدا أم أمنتم ما آخر كلمة أمنتم ميم ساكنة ستقول لي ليست ساكنة ليست ساكنة نعم لأن الميم الساكنة حينما جاءت في قوله أم فوقها رأس خاء صغيرة أقول لك من علامات السكون منذ قليل تكلمنا في الإخفاء الحقيقي في نفس الكلمة أن الحرف يكون خالي من الحركات كذلك لو أمعنت النظر في هذه الميم ستجدها خالية من الحركات إذن فهي ميم ساكنة ميم ساكنة أتى بعدها ميم متحركة أم أمنتم من إذن ماذا سيحدث هذه ميم وهذه ميم الأول ساكن والثاني متحرك ما أعني بأن الأولى ميم والثانية ميم تماثل مرة ثانية تماثل من كلمة واحدة ولا من كلمتين لا من كلمتين الميم الأولى في آخر كلمة أمنتم والميم الثانية في أول كلمة من وإياك أن تقرأها من من أم أمنتم من الميم مفتوحة خلي بالك من بقت اسم من بقت حرف تاني من بقت اسم موصول من بقت حرف جر فخلي بالك شفت الفتحة بتحول إيه من اسم الحرف بقى خطأ واضح جلي أم أمنتم من طيب تماثل ده نوع إيه يعني إيه النوع صغير أم كبير أم مطلق صغير إيه الصغير أن يكون الأول ساكنا في آخر الكلمة الأولى والثاني متحركا في أول الكلمة الثانية ليس بينهما أي فاصل انظر في المصحف جيدا سيجد الميم يتلوها الميم مباشرة ويسمى هذا إدغام تماثل صغير حكمه وجوب الإدغام لكل القراء هكذا أم أمنتم من وقفت شفت لم وقفت عملت إيه في النون من وضحت بانت ساكنة آه ساكنة وضحت متى سيحدث فيها تغيير إذا وصلناها بما بعدها كيف سأصل هكذا من في والحمد لله رب العالمين